الحديث التالي من اشتر في بناء مسجد ولو بمبلغ زفيد الله جل جلاله سيبني له بيت في الجنة جميل ماذا لو اشترك في صيانة أو تجديد أو إصلاح مسجد قديم كشراء سجاد عمل أسفل تجديد لموقف السيارات شراء مكروفونات سمع الجديدة أو مثل ذلك هل يبني الله له بيت في الجنة أيضا أم صدق جلية تنفعه بثواب وحسنات يوم القيامة أولا نقول من شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدر مشاركته تأسيسا أو تجديدا مرة تانية من شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدر مشاركته تأسيسا أو تجديدا ولا حرج على فضل الله فلا يبعد على فضله جل جلاله أن يبني الله بيتا في الجنة لمن يشارك في بناء المسجد على أي وجه من وجوه المشاركة وقد صيلت اللنة الدائمة لإفتاء ببلاد الحرمين إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبوا صدقة جارية لكل شخص منه فأجابوا بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين